وصفت كاترين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية انطباعها عن الرئيس السابق محمد مرسي الذي كانت أول مسؤول غربي يزوره عقب إقدام القوات المسلحة على عزله في الثالث من يوليو الماضي وصفته قائلة لقد بدى لي أن هناك رئيسا يعتقد أنه يكفي أن يكون منتخبا وليس شخصا يفهم أن الديمقراطية تطلب المزيد وعربت أشتون في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي عن شعورها بالبغض والكراهية تجاه جماعة الإخوان نتيجة المخاوف التي تنتاب المجتمع المسيحي الذي حرقت العديد من كنائسه كما أكدت كاترين أشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي أنها على استعداد للعودة إلى مصر قريبا لتقديم دعم ومساعدة الاتحاد الأوروبي وليس للتدخل وقالت أشتون في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي أن مصر بلد عظيم وشريك قوي للاتحاد الأوروبي موضحة أن الاتحاد يريد النجاح لمصر ويرغب في دعمها للقيام بذلك مع المبادئ والقيم التي نحتفظ بها أضافت أشتون كذلك أنه في المرة الأخيرة التي كنت فيها في هذه القاعة قبل العطلة الصيفية كنت في طريقي إلى مصر ولقد قمت بزيارة مصر ثلاث مرات منذ اجتماعنا الأخير وأوضحت أشتون أن هذا الصيف كان صيفا من الاتصالات والمناقشات مع العديد من البلدان ولكن الأهم من ذلك كله مع كثير من الناس داخل مصر وقالت إنها ذهبت وكانت مثل أي وقت مضى تحث على المضي قدما نحو مستقبل ديمقراطي كما طالب أولئك الذين وقفوا في ميدان التحرير ومنهم من توفي في بعض الأحيان في الميدان ويعتقدون أن ذلك هو الأفضل لمستقبل بلادهم